بنات احتى انا قلت ما نخرش من الجماعة بغيت نفارتاج معكم الحداقة والتاويل انتع المجمد اكيد ما غديش نقول تحضيرات الرمضانية لانا هاد الخضار الموسمية فاوكم ما جات احنا نبغي ونحتفظوا هكا بواحد نسبة من هاد الخضار باش نستغلوهم يعني ملي هكا نتوحشوهم ولا ينشتقوهم نجبدو هكا نوعو بهم الاطباق ليوميا ديانا فاخواتي اكيد كل واحدة وحداقتها وكل واحدة والطرق اللي كتديرها في المطبخ ديالها بغيت نفارتاج معكم الطرق ديالي تآنا في هاد شي دع الاحتفاظ المهم كل واحد من وجهتنا دروك كيشوف ذاك شي هو اللي كيناسبو وهو اللي كي نحتفظو به بطريقة صحيحة فالمهم غدي نفارتاج معكم طريقتي وانتو ما معليكم غيتخليولي هكا في التعليق الطرق ديالكم شاركوا معايا زعمها كالحويجات اللي تنتم اكتحضرهم وبالنسبة للاخوات اللي غدي يقولوا لي زعم المجمد ماشي صحي المجمد والخضار كتفقد القيمة الغدائية ديالها فانا معاكم في هاد شي لكن شوفوا من غير عاد هالتحضيرات الرمضانية ولا التحضيرات انتع هالخضار الموسمية من اللي قرب رمضان كاين واحد النوع انتع الناس اللي ما يقدروش يخرجوا ويتقضاوا كل مرة يعني الصحة نتحوم على قدهم وانا واحدة من دوك الناس اللي ما نقدرش نتحمل انه نصوم ونخرج في نفس الوقت برا الدار يعني كان غبر ذاك الشهر في الدار كل واحده صحته كما قلت لكم وكل واحده الطاقة اللي يقدر يقوم بها الصيام والمهم ذاكش انت عربي الحمد لله على كل حال مهم رمضان كاريم بنات الله يدخلوا عليكم بالصحة والهنا اول حاجة غدين دوزولها هي السبانيخ ولا لزي بينار كاين البصلة الخضارية وكاين كذلك الخبيزة فانا اخديت واحدة الكمية معقول انتع السبانيخ ان شاء الله غدين بارتاج معكم مواصفات بها هائلة كيحمقوا علي هولداتي اول حاجة غدي ناخدها ننقيها كيف ما شفتو هكا المهم غدي نحاول ننقيها يلا كان شي ربيع شي عروقة هكا مشي احتلت ما المهم ننقيها بالله تعلينا البنات نحاول انهما تدوزلينا حتى شي حاجة من غير اوراق السبانيخ لان الله يحفظ راشحان من واحد مشافيها انهما نقاش مثلا النعنع ولا القصبر ومعدنوس ولا هاد الحويجات انتع الربيع وكانت شي عشبات ماء مسمومة المهم الله يحفظوا صافي اهنا صافي انا نقيت الكمية اللي عندي غدي ندوز طبعا نغسلها ونخليها تستقطر جيت للبصلة الخضارية فانا اكيد جبت واحد الكمية كبيرة لكنتو ما حطت قدامكم غير هاد الكمية باش زعمها المهم باش نخدم قدام الكاميرا وصافي هاد الشي اللي كاين المهم هدي هي التنقية انتاحة كنحيدول هادوك الاوراق وطبعا حتى الاوراق كنستعملوهم رهم كيجيوزوينين البنات وصافات يعني ان شاء الله كل شي غدي نبارتاجه معاكم في الشهر الفضيل غدي يكون وصافات ان شاء الله متنوعة وهنا يا ديك البصلة اللي كتكون تحتانية هدي كنحتفظو بها كذلك تهي بوحدها المهم هاد التفاصيل انا عارفة الحادقات اللي اللي واصلين فين وفين يعني كن ملو قريتهم في الحداقة هادوك ما نهضرش عليهم وما نهضرش معاهم هادوك هم يعلمونا لكن كنحاولو نقولو هاد التفاصيل حتى بنسبة بحل بناتنا هكا لي الله مقبيلات على الزواج واللي عندهم اول عام في بيوتهم المهم زع ما هكا باش نبارتاجه معا الكل وكل شي غدي تعلم ان شاء الله اهنا عندي القوق خديت واحد الكمية ما شاء الله محترمة القوق انا خديته بخمسة درهم لقيت نتع تمنيان درهم لكن حاولت انني نقتصد مشيت لنتع خمسة درهم وجيت ياللا نقيته في نهاره المهم ما خليتوش زع ما يطول فصراحة الطري وشنو نقول لكم طري بزاف وزوين بزاف المهم اهنا بغيت نبيل لكم انه العيدان حتى هما نستعملوهم لكن شي مرات العيدان كيكونوا عاصين هادوك غيلو حوهم ارميوهم متى تستعملوهم شهنا بغيت نقول لكم على طريقة التنقية انتعلقوه قادي نوريكم زوج طرق اهنا يا كين بزاف الناس اللي كيبقوا يطرقوا في ذاك الشي وياكلوه يعني راكم ما غادي تخليه والو في ذاك القوقة ولا في القرنعة كما كنقولو احنا يا في الجيهة الشرقية انا دابا مين كنحاول نتكلم كنحاول انني نقول لقوق يعني باش كل شي يفهم هاد شي اللي كين وحنا الجيهة الشرقية رانا نفهمو اللي هجتانتع الجيهة الغربية والشمالية وذاك الشي المهم تبارك الله علينا وخلاص مهم تحية بعد الوجادة والبراكنا الجيهة الشرقية وتحية لكل متتنبعات اكيد فهنا يا بغيت نقول لكم انه تنقية انتعلقوك حاولوا انكم تديروا الها هكا الى عودتوا الفيديو ولا غادي نبرتج معكم اللقطة الموالية حاولوا انكم تقسموا ولا تقردوا الورقة انتع ذاك القرنعة باش ما تحييش من هاديك اللحمة ديالها ها انتم ما غادي تشوفوا هنا يا هادا ره طري فانا حاولت انني نستعملو كننقيوه به ها الطريقة وغادي نقسموه على زوج ولا على ثلاثة ونديرو في ذاك الماء مع ليتخونش نتاع الحامض المهم غادي نعطيكم واحد طريقة نتاع الاحتفاظ بالقوق يا سلام هادي الطريقة نتاع ليتخونش نتاع الحامض بزاف اللي كايني ديرو هاكا لكن طريقة غادي تشوفوا المهم نتيجة بعينيكم باش تعارفوا كل شي احنا يا كنحاول نقرد دوك الوريقات بالاستعانة بالسكين بمجرد ما نحيي الدوك العصين اللي كيكونوا على برة غادي نحاول غيبي ديا شوفوا كي كان دير يعني خفا زربا هانتم وكل شي غادي يتضرفوا يتقادوا ويتأنتك المهم غادي نحيدو ذاك شي ذاك الخضورة هاكا نحيدوها بالموس يعني غادي تبقى بيها بالحمها بشحمها يعني ما غاديش نضيعو القوقة فهمتوا البنات كنحاول نحيد داك شي هانتم ما هادو كان بيليكم انه ما حيتوالو من اللحم ديالها كنضرف وغادي نمشي لطريقة التنقية ديالها وهادي مجرد المهم فكرة بغيت ماشي فكرة وانما نطرطجها مع الاخوات باش ما يبقوش يحيدو داك داك اللب ديال القوق هانيا غادي نجيو نقطعو طبعا في هادا البلاصة هاكا وغادي نحاولو اننا نقسموها هاكا بطريقة سهلة بالنسبة اللي ما كيعرفش كتجيو لدك الخط تغرزو الموس بكل تيقى بكل تيقى البنات غادي ديرو التيقى في نفسكم غادي تلقاوها ضغية طارت لكني لبقتوا خايفين وتكيسوا عليها رعا ما غاديش تمشي لكم هي هادي موهم دفعوها كبير كما كيقولوا دفعوها جبهة وغادي تعارفو ان شاء الله صافي وغادي نديرها في الماء ومعا اللي طرنش منتع الحامض لكن غادي نوريكم طريقة اه حسن من اللي طرنش منتع الحامض وغادي تشوفو النتيجة تعدوك اللي طرنش المال اللي فيه اللي طرنش منتع الحامض كيفاش يرجع ذاك القوق يعني باش تعرفو انه نتيجة مات ماشي 10 على 10 غي سبها 11 هاد القشور حاولو انكم تعطيوها كالبهايم حطوه عند باب الضار في ديساشي معزولين على البوبال منتع الضار باش هاكا يستفدو به دوك البهايم اهناي ها هي الطريقة درت عصير الحامض مع الماء مع القليل من الملح هادي طريقة مقدر نقولك 10 على 10 اهناي الطريقة التانية اللي كيديروها صاحبين الاسواق وكيديروها دوك الناس يعني بحالي خارجين من المعمل داك شي ناضي ومئنتك غادي نديرو واحد المعلقة صغيرة نتع ملح الحامض ملح الحامض اللي كيديروه في بريدة البنات في مدينة وجدة راه معروفة بريدة اللي كتقدم مع كران غادي نديرو كيميان ندير معلقة صغيرة فقط مع واحد اللي معلقة نتع الملح انا درت الملحة العادية نتع المطبخ مع معلقة صغيرة نتع ملح الحامض راه كتباء عند اللي بيعو العطور وذك شي العطارة غيت قولوا لهم ملح الحامض ولا لا سيد سيتريك راه كاين المهم تواجد ومعروف المهم طريقة نتع التنقية كذلك هادي طريقة اكس براس ما تمحنكم ما تغبنكم ما تطوفكم زوج دقايق مليوم ما يبقاش عندك مشكل مع القوق ولا مع القرنيع لان كاين بزاف الناس كي يعجزوا على تنقيات القرنيع ويقدروا ما يجيبوهش للدار بسباب القشور ديالو الزايد وبسباب اروينتو كما كان قولوا فاشوفوا تبارك للله يعني زوج دقايق والله زوج دقايق تكوني دايرة واحد الكمية كبيرة هانتما تحاولوا تغرزوا الموز وراه ما غديش يتقلع لكم داك اللوب نهائيا هانتما غيحاولوا وديما الحاجة كنقول هالكم قلت هالكم حتى فتشبي كانتها الشبكية ديروها المرة الاولى والتانية والثالثة غادي تبقى تخفى في ديكم من توصلوا لديك المرة العاشرة متلا والتاسعة غادي تبقى تطيروا فيها مهم انا الحمد لله ننقيه في رمشة عين كان نقي واحد الكمية كبيرة فشوفوا انا غادي ندير واحد تلت حبات ولا اربع حبات نديرهم لكم في تاك محلول اللي مخلط بالملح العادية مع مع القا صغيرة نتاع لاسيت سيتريك ولا هو ملح الحامض وغادي ندير لكم عاودوا حتى لتحبات ولا نموذج يعني بش تشوفوا بعينيكم غادي نديرو لكم في داك الماء اللي فيها عاصير الحامض هادي طريقة ناجحة عشرة على عشرة احسن من انكم تديرو ديتخونج فقط لان من يكون عاصير راها غادي يقضي ماشي بحال مين حطيناهم غادي تحنش في الماء اخص دروري اننا نعصرهم بيدنا هاكا نعبزوهم باش زع ما يخرج لجو ديالهم وصافي هاتش اللي كاين البنات مهم باش ما يكحليكمش ولكن نتيج تلاسيت سيتريك ولا ملح الحامض اللي كيديروه في المشروبات الغازية كيديروه كذلك في العصائر كيديروه هاداك ممكن استعانة بيها وغادي نديرو غمعي القصغي وورا فهاد الكمية نتاع الماء شوفوا لي اهنا من بعد ما ساليت تنقيا كاتشوفوا النتيجة بعدها برعباينة شوفوا البيوضة هنا يا تبارك الله كايشعل هاد الجيها موف هاداك ذاك لقوق الموف المهم كاتشعل هاد شيراني يالله ساليت تنقيا وخليتوا قدامكم هادا هادا ديجا دوكليتاش هاداك فيه يعني شوفوا تا هادا ناجح ما عندنا ما نقوله عشرة على عشرة بزوج بهم لكن الاخر في الحقيقة رو 15 على عشرة المهم هنا يخلي تحت الاصباح رقتوا هكا غي باش نصور معكم هاد زوج مقاطع رقتهم شوفوا هاداك داير شوفوا هاداك داير كاين واحد الفرق كما قلت لكم ولكن يبقى انه الحاجة اللي تكون بالطبيعة يعني هكا نديروها صير الحامض احسن بكثير من اننا نديروه لسيد سيتريك هنا هادا غيكا معلومة بالنسبة للاخوات اللي يبغيوا يحتفظوا بالحامض مدة طويلة في التلاجات يرولوه البابيا أليمينيوم غلفوهم زيان صافي انا مبعد ما غسلت دوك الوريقات نتع البصلة الخضارية كذلك السبانيخ كذلك الخبيزة غسلتهم حطتهم يستقطروا جيت هنا فرشت لهم هادا اللغطة وبربرتهم يعني غطيتهم ومشيت من نعس للغد غادي ان شاء الله هنا قلت لكم بسلام عليكم وهنا قلت لكم صباح الخير زعمة الصواب هنا نحن المهم مشيت لقيتهم تبارك الله الخضورة نفسها يعني مشاشعين بالخضورة وفي نفس الوقت ناشفين لأنه ضروري باش تحتفظوا بالسبانيخ ضروري أنهم يكونوا الوريقات ديالهم ناشفين لأنه الديجة هي كتطلق الماء فما كان لاش نزيدوا عد نروون القضية بدوك القطارات نتعلم اللي يبقوا فيهم كتشوفوا قطعة الأوراق بوحدها وكان جي هنا تل عيدان تهمة ما نرميوهمش لأنه شت بزاف اللي كيلوحوهم لا ما نرميوهمش نستعملهم لأن الفائدة راهت تفدوك العيدان وغادي نعطيكم طريقة ناجحة وناجعة زينة هادي ناجحة المهم طريقة ناجحة وطريقة مية في المية باش تقطعهم بطريقة زوينة الوريقات كتقطعهم غلاضة لبنات لأنهم كيدوبوا من اللي نجي ونحضروا بهم الوصفات وغادي نبرتاج معكم في هاد الأيام وصفة بالسبانيخ يا سلام وهنايا بالنسبة العيدان نقطعهم رقاق هاد شي بالنسبة اللي ما عندوش الهاشواغ أما بالنسبة اللي عندو الهاشواغ فما عليه غيستعن بيها كينا كينا ما نعدبوا ليدياتنا ولا نعيو صبعاتنا غادي تشوفوا كل شي هنا الخبيزة كذلك غادي نقطحها هكا باش نقطع الأوراق بوحدهم الخبيزة كذلك الأوراق ديروهم شوية فيهم العمر شوية يعني هكا باش تصيبوا ما ترفضوا ولكن تكون رقيقة شوية على السبانيخ السبانيخ اللي تكون غلاضة ما كانت تشي مشكل وهنايا كذلك دوك الجذور ولا دوك مهم دوك اللعيبات نتاع الخبيزة غادي تحاولوا تقطعوهم أرقاق إلا كانوا عندكم غلي الدين وإلا كانت عندكم الهاشواغ فما كان ما حسن هادلا مارك انتع الهاشواغ صدقة وعرة البنات بالنسبة اللي سوولوني كنت اخديتها مواحد لباج أوراني كنت حطيت لكم فيديو بدك الباك بتامان أرفع سبعمائة درهم في يمكن سبعات الحوايج المهم هادلا مارك رهزوينة بساف الهاشواغ كاتهاشو بها دوك السيقان انتاع سواء لزيبيناغ ولا الخبيزة هادشي اللي كاين هانتوا وماشتوا أنا جمعتهم كلهم في هاته الطنجرة باش في التالي مهم الخدمة من اللي تكون منضمة في هاته الأثناء والله كنت داير الموسيقى كان غنيه مع راسي وانا كان ندير بنتبال اللي غادي يقول لي لو كان درتي القرآن المهمة البنات أنا نبغي مرة قرآن مرة موسيقى المهم شي مرة لحالة النفسية تكون طايحة فنبغي ونطلعوها هاكا وننشطوا راسنا هادشي اللي كاين مهم مرة هاك مرة هاك شوية دين وشوية دونيا المهمة البنات غادي نمشي لها الطريقة حتى نسالي الكمية اللي عندي وغادي ندوزو نشوفو كيفاش غادي نحضرو هات السبانيخ باش نحتفظو بها في المجميد وهنا يجبت القرعة حتى هي مسكينة ما سلمتش معايا وما سلكتش معايا لأنه لقيتها الصراحة بربعة درهم في السوق يواربعة درهم البنات وش متاخدوهاش والقرعة زعماء كتحمقني وش مرات ما كان قدرش نخرج فكما كيقولوا اللهم ما بعدها يأكلوا ولداتي الخضرة كنديرها في أي حاجة مهم راها تجي في العصائر وغادي مبارتاجيه معاكم كتجي في المملاحات كتجي في المسمن وغادي مبارتاجيه معاكم المهم بزاف الحويجات كندير فيهم الصراحة القرعة وأكيد السوق للخضرة أكيد حتى هي المهم كانت نطحنها هكا ديك القرعة في الهاشواغ وغادي تشوفوا عاودي بشنو غادي ندير هنا يا القصبر ومعدنوس وكرافوس أكيد الحريرة المغربية كانت جيب دك الشيطري يا سلام لكن بيني وبينكم أنا هذا القصبر ومعدنوس وكرافوس هذا درتو هاشيتو أرقيق باش هكا نستعملو في الطياب أما بنسبة للحريرة فتايلة قطادة كما قال لاخوري لا جابت الوقت وما قديتش نخرج نقدر نستعمل بيهم هاد الشي اللي كان ولكن ما كان محسن من القصبر ومعدنوس وكرافوس يكونوا أطريين أنا لويتهم تمام بعد ما غسلتهم بشي نشفو هنا جابت المقلات درت فيها الزيت وهنا درت دوك العروشان تاع ليزي بيناغ درتهم التحت والمهم درت الوريقات الفوق فليزي بيناغ البنات المبتدئات هما ضغية كي ينزلو طريقة صحيحة طريقة صحيحة كلنا جربنا بزاف الطرق لكن الطريقة الصحيحة لتخزين هي هادي ديروا شوية الزيت شوية الملحة حاولوا أنكم تشحرهم حتى ينزلو كي تطلق شوية الماء هانتم ما كتشوفوا لكن ما عليش أنا غدي نزيد فوق منه هانتم ما شوفوا دك شوية انتع الماء غدي نزيد فوق منها الزيت باش ندير دوزيام كوش وكذلك ها كان مشي حتى نسى للكمية اللي عندي وغدي نوريها لكم ضروري ديك الملحة ديروها من الأول وبدوا تحركوا هاكا حتى تنزل معاكم شوفوا اللوين يا سلام الخضورة كديرة وهنا من بعدها أكيد غديت الإضاءة كتكون ناقصة المهم كتشوفوا أنا اللي صاشي هنا وريتكم مادرت هاش إكس بري ولكن ملقيتش تقضاولي اللي صاشي عمرت فيهم دك شي لاخر وتقضاولي وعقزت نخرج فاستعملت هادو اللي كنت كنديرهم هاكا في المشاريع نتاع البويو داك الماضلين بويو كنت كنصفت فيهم حتى لحويجات هاكا الوليداتي للمدرسة قوتي كنديرهم فيهم هاكا شي لعيبات بحل مقصرات بحل تميرات بحل شريحة بحل هاكا المهم وقلت نستاعن بهاد اللعبات باش ندير فيهم السبانيخ وصراحة جوني عمليين لأن السبانيخ كتكون عندك كمية كبيرة وتنقص يعني من اللي نجي نستعمل شي وصفة مع لي نجي بدغي واحد صاشي هاكا ونستعمله فكتجي يا سلام المهم داك شي بل يمتول ومقاد والله الله القرعة هي هادي من بعد ما طحنتها المهم كل واحده بغيتوا طحنوها غليظة ولا رقيقة كما بغيتو أنا هنا جيت باش درت هاتهية فليسة شي المهم كما قلت لكم خديتها أنا رخيصة وان شاء الله هادي نستعملها مثلا في المملاحات هادي أما اللي نستعملها فلاسوب شحال مره البنات كنجيب الخضراء ونخاف أنه تضيع لي منشوف بدات هاكا مسكينة تحتاضر ديك الخضراء كنرميها هاكا كوافية ونقرر واحد نهار أنا نندير للاسوب فنجبد هاكا كالقرعة وافية خزوا وافية مما يكونش عندي الوقت أنني ندير لها ها التاويل مع الكونجلاتور الحمد لله عندي كبيرة فكاتهز احتبنا دم هنا يا دوك الاخر العروشان تعلب صلة الخضرية فأنا قطعتهم بهالطريقة ما غديش نقطحهم رقاق وما غديش نقطحهم غلاط بالزاف المهم غدي ما زال تبعتهم أنهم يتشحروا فغدي ننزلوا أكيد ويجيوهم هادوك هنا يا أكيد هادي غدي ندوزها في الهاشواغ باش منعي شي دية المهم أنا الحاجة اللي قديت أنني نقتاصد في الوقت والمجهود وكاينة كاينة كاينة الهاشواغ علاش الله هادو الروبو سولتوني عليه بزاف هادو الروبو زوين بزاف كاينفعني بزاف الكميات القبار هو لاماركينوود كاينوود درها معروفة وغالية لأنه صراحة عشرة على عشرة المهم هادوش اللي كاينو فيها بزاف لبياس واحد الوقت كنت سولتها في مدينة وجدة قالوا لي خمسالاف درهم ولكن هادي سينين قريب عشر سنين هادوش اللي كاين اليوم والله ما عرفتها البنات شحال ونجابوها لي غيقادو هاد الشي اللي كاين المهم البنات هاد البصلة الخطارية غادي نحاول نجمحها ندير دي بورسيون مع عرفتها نغير اني ننهز ونعمر وباش نقطاص تحترلي صاشي كانوا عندي محدودين فالمهم نادر تعيني ميزاني هو ما على العموم من اللي تبغيو تستعملوهم ولا تستعملوا ديك البصلة الخطارية ممكن تقرضوها هاكا غادي تشوفوا معايا في نهاية الفيديو حتى كذلك دوك جدورة الخضر هادو قادي نستعملهم ان شاء الله في وصفة بوحدهم غادي ندير للكم بيهم واحد الوصفة فعلة تارقة ان شاء الله كاين بزاف كايين بزاف اللي كايقولو الخضار غي حيدها انا كنلقاها شحال مرة عند الخضار من اللي كايوزلي البصلة كيقولو هادي علاش اسمحوا فيها يقولي اللي مايفهمش وانقولو جمح حاليتها هاديك وهاديك ناخدها طبعا جراتويت الله يخلف على مواليها المهم ولي عندو شي قناين ولي عندو المهم نعطوه هداك البقايا هادش اللي كايين يلا هالبنات هنا يا سلينا بالبصلة غادي ندوزو لحاجة اخرى وشنو هي الجلبانة الجلبانة جبت واحد الكيمية كبيرة اكيد كل يوم كنت كان خرج كان جيب مثلا واحد ثمانية كيلو مره نجيب اربعة كيلو مره كل مره وكيفاش طريقة صحيحة التجميد الجلبانة وحت انتوما قولوا لي في التعليق البنات اللي شافت الفيديو ووصلت الهادل والاخر قولوا لي كيفاش نديروا تجمدوها هنا يدرتها في الكسكاس حطيتها هاكا واحد لعشر دقايق تفور وقلبتها هاكا باش ديك الجيهات تحتانية ترجع لفقرك وتشوفوا اللون تبدل طلعت مع هكذا ليك الغلية مشيقى عشر دقايق سبع دقايق تقريبا صافي المهم طلعت مع هديك الغلية كي يرجع لونو اخضر وفي ذلك الوقتها خليوه تيبرد باش نشجمعوه صافي هادش ما كان البنات ما ديروهش هاكيك خضر لانه من بعد يدير لكم الريحان تعال المجمد اهنا يا الفول بغيت نقول لكم اول حاجة احنا في المنطقة الشرقية وجده بركان والنواحي ديالهم كان كل الفول البنات بيه بالقشر ديالو اسمعت باللي ناس المهم الغرب الجيهة الغربية يعني كتجيهم في شيش كلية كل الفول بيه بالقشر ديالو فما تستغربوش ونتمنى انكم تجربوه فعلا كيجي خاطير انا كندير بيه الزوش للحويج كندير بيه مريقة مع اللحم ما تشبعوش منه البنات وكندير بيه الفول المشر من اللي نعرفوه انتم ما في الجهة الغربية كيديرو غيدك الوسطانية اللب ديالو لكن احنا في الجهة الشرقية كنديرو اللب ديالو من اللي يكون عقا هاكي كنقولو يعني يكون عاصي ويكبر ويخشان فكنحاولو ناخده غيدوك للحبوب والقشر كان نرميوه لكن انا شريته في اللول مين كان طري وكتشوفوه رقيق وزوين فادوك القشر كذلك غدي يمشيو البهايم ومن بعدها هادي الطريقة الاولى انتع الفول المشرمل اركو عارفي مع الكامون والتومى وفي المقيلة هاكا كان دير لي هنا كان قطعوه بالموس وكان حيدو داك الخويت ضروري راني كان نهضر في الفيديو المهم غير سمحولي وكان فورو هادا كان فوروه طفويرة كاملة يعني غادي مني تجبد من المجميد غادي تجبد مباشرة للمقلات باش يتشحر مع ذكا التومى والكامون والله الله وفي ذاك الوقيتها معلينا غينقولو بسم الله ونسهلو فيه اكيد اهنايا كتحاولو انكم كتشوفو في اللول مستوى كان طالح غطيتو بالورق الزبدة باش ضغيا ضغيا ومبعديها قلبتوها كعاود باش الجهة الفقانية ترجح لتحت ومبعديها درتو هنايا في الطبصيل باش يبرد ودرت هنا يا هذا الغليد الغليد كان ديرو الماراق باش يطيب في الماراق مع اللحم كي يجي يا البنات اللي ما مجربوش يحاولي جربو ويجي في مني يكون جوها تشتا ويكون البرد ويكون يا سلام والله ما تشبعوا منه البنات مهم هاداك اللي نطيبوه ماراق كنخليوه غد طلع معاه تفويره ونحيدوه ونحتفظو به اللي انه ما زاله غادي نحطوه في الماراق مبعد ما نشحروا ذاك اللحيمة ونقدروه بالماء غادي يطيب يعني في الماراق لكن ذاك اللي يتشحر في المقلات ويكون فول مشرمل هاداك خصوة تفويره كاملة يعني يكون يدوب في القسكاس باش نجمعوه ومن اللي نجبدوه غادي نجبدوه مباشرة للمقلات سواء نخليوه يدي كونجلا ولا ما يدي كونجلاج ولكن من الاحسن يدي كونجلا جبدوه هلتي ساح طوف تلاجة حتى يدي كونجلا على مهلو وفي ذاك الوقيتها معليكم غايت شحروه هاد شي اللي كاين وبحل هاد الاطباق زوينا لبنات انكم تنوعوا بها في رمضان لانه فعلا مغدية ديروها في الافطار يعني هكها في وجبة الافطار فعلا مغدية والله تخليكم انكم ما تاكلوش ذاكد فيش بزاف تاكلوا بحل هاد الفول تركزوا لي علي نعقل رمضان اللي داز والليلنا فطرت بتبصي وجيت نايدة ما كليت حتى حاجة اخرى ولكن حسيت براسي انني درتها كالقيمة الغدائية للدات ديالي هنا يا ماطيشة ماطيشة هنا اخذت ديك الطويلة تحمقني من اللي اللي لقاها في السوق تضغضغني يعني ضروري انني ناخدها ففي ذاك الوقت هاد ماطيشة غسلتها مزيان طبعا قطعتها بيها بالقشر ديالها هذه هي الطريقة من اللي بديت القناة وانا كان بارتجيها معاكم سواء تديروها في بيتزا سواء تديروها في الكفتة ماطيشة يعني كفتة ماطيشة تديروها بيضو ماطيشة اه وشنا نقول لكم صوس خاطيرة كنديرو فيها شوية زيت شوية ابزار شوية زنجبيل والملح ما كان ديرش فيها التومة ما كان ديرش فيها القصبار ومعدنوز علاج هادوك الاضافات نضيفهم على حسب الوصفة هاد الشي اللي كاين مهم قليت هكا بديت وارضيت فيها تلقت اكيد الموها ديالها دوك جلوف ولا القشرة انتا حتى هي بحلي طاحت ومبعدها نحطها هكا باش تبرد شوية لانا عندي ديك الطحانة اليدوية تاع البلاستيك كما خاصني نشرين مهم تاع اينوكس باش هكا تكون صحية اه الى درت الحاجة هكا سخونة مهم خليتها تبرد عاد جيت هنا نطحنها لكن توما الى طحنتوها وهي سخونة اراها غيد دورو 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 وحدا تطيبوها كل هذا بت معاكم ونزلت لتحت لكن من بردت انا بقيت كان دورو نعاود هاد الشي اللي كاين البنات ولكن طريقة عملية جدا جدا مديروها لفكوكو تتسدو عليها وطلق لكم الاموهات غيها كديروها الحريرة البيتزا البيضو ماطيشة الكفتاو ماطيشة اي حاجة فيها ماطيشة ديروها فيها وتشوفو يا البنات رائعة رائعة اما يلا سديتو عليها في الكوكوت غادي تطلق لكم الما بزاف وفي ذاك الوقيت تقبض لكم البلاسف المجمد شوفو تبارك الله عاقدة تديرو غيزوج مغارف في فصاشي وتزيدو معه مثلا شوية ماطيشة الحك وتزيدو الماء غادي تخفوها وتجيكم خاطيرا تزيدو فيها إلا بغيتو الاخر إلا بغيتو تديروها البيتزا تزيدو فيها الزعتر إلا بغيتو تديروها بيض وماطيشة تزيدو واحد بريس نتعتهم شوية ربع مثلا بغيتو تديرو الكفتة تديرو شوية ربع ثم غادي مهم راكو تبارك الله عليكم راكو تم ما ما نخافش عليكم هنا يا جيت القصبر ومادنوس تيالي والكرافس الكرافس بكل أمانة كان نشريه ديما قبل رمضان ونشري الكيميا اللي تقدني ممكن جدا أنكم تغسلوه وتنشفوه تديرو هاكا في أكياس بلاستيكية بالنسبة اللي ما كيعرفش القياس نتع الكرافس من اللي تتطحن تقدرو غيها كيكو تجبدو عريشات وتقردوهم وتطلق نحنوهم في مولي ناكس من تبغيو تديرو حريرتكم لكن أنا غادي ان شاء الله نحاول أنني نهاشيه باش هكا لأن ديجا مولفا ونعرف القياس ديال حريرتي هادشي اللي كاين غادي نهاشيه نقطعو ونبقى هاكا كما شية يا سلام ياريت لو كانت الخدمة كما راهت بان هاكا في الفيديو خفن زربان زع ما ياريت والله هاد سريع زوين بززاف وممتع نشيت القصبر ومعدنوس نخلطهم بزوج لأنه هذا غادي سوف نديرو لنصيب من اللي ننصيب الكوكو تنتاعي ولا المرمي تنتاعي ولا التاجين سوف ندير فيه هذا الربيع اللي يكون بقطع الكرافس الكرافس سوف نلويه بحل العصيات باش نبقى عاقلة لأن شي مرات حاسة الشم كاتخوني موقت كورونا مازال ما ترجع لي حاسة الشم مية في المية فباش ما ننساش ندير هافش حاجة ونضيع الماكلة ديالي لكن القصبر ومعدنوس غادي نحاول أنني نديرو بها الطريقة نسرحو هاكا واصلا قصبر ومعدنوس غادي نسرح كايت تقرد ما كايت تكون جلاش يولي هاكا حجر حجر كاين واحد من نوع انت المجمد كايردهم حجرة ففي ذيك الوقيت معليكم غي كل مرة تحاولوا تحركوهم في المجمد باش يبقوا هاكا مفرتتين طول الوقت المهم هاد شي مكان وسالينا جاب لي بالي المهم القرعة هاديك تقدروا ترميوها التاح وبيبات إلا كانت عندكم مجمد كبير اهنا يا بغيت نقول لكم مهم غادي نحليكم وحد اللقطة باش تشوفوا الباربة الليزي بيناغ تكونجلا والفول الكبير كذلك تكونجلا هانتوما الكمية اللي درتها القوق كذلك تكونجلا كيجي رائع البنات هادي البصلة الخضارية العروشة وهادي ديك البصلة البيضاء القصبر معدنوس هادي الخبيزة الخبيزة فورتها البنات ماشي فورتها درتها في الكوكوت وعليها ربع كأس ماء صافي طيبتها مع شوية تومة زيت البلدية كما نديروها في العادة وجمدتها هنايا كما قلت لكم هاد البصلة تقدروها كا تقردوها وتديرو القياس اللي بغيتو وهي على العموم كتقلال وماشي مجهدة هاد شي اللي بغيت نقول لكم القصبر معدنوس كل مرا حاولوا تحركوه باش يبقى لكم مفرتت لكن انا المجمد ديالي المهم معدرتهم ارقا قد غيا فرتتهم غبيدي هما والكرافوز هادي القرعة وممكن جدا انكم تديرو هاد تحبيبات ها كيكي لكانت عندكم غضي عفت اللاجة كان عندكم محضر بحبات خمسة حاولوا انكم الله ما تحتفظوا بهم في المجمد ولا ترميهم فلابوبال هذا البربا كنت تلقيته وش نقول لكم زوج درهم الكيلو جبت به بزاف وطيبت وطبعا ما غديش ناكله كله جبت شي ما عرفت شي ستا كيلو ولا عشرة كيلو ولا والله ما عقلت بقيت كان اكل فيه ودرت هاد شي في المجمد طيب ثم مرة واحدة وبقى فوق ما يتسلالي مع انا كان بغين تعشى به الصراحة فوق ما نجوع يا عند الحضاش يا عند التناشد ضنهار في العشية اللي حسيت بجوع مشي نضرب واحد المعرقة هاكا تكون مقومة لانا كيهب لني الصراحة مهم درتوا في المجمد هاكيك نجبدو نحكو الفول هو هادا الفول الصغير والفول الكبير يعني المفور واللي غدي نديرو في المراق قلت لكم كان ستعملوا في زوج وصفات هائلة المهم مشار ما اللي ركو عارفينه ولكن المراق اللي مكانش بزاف الناس اللي كيديروه مراق هادي الخبيزة مهم هادا مكان يا بنات مطيشة سوريس كانت عندي ديك شوية حتى هياد الله هاكيك حطتها في المجمد باش هاكا من بغينش بتغيح فينا بها يبغي وولادي هاكا شي مرة المهم ديرها لهم هاكا سوس ولا شي حاجة هادا الفروماش ربيته ربيته واحد الجزء منه هاكا الايضام داكا نتعتاج هات الشي اللي كاين والجزء منه الكبير ربيته هاكا في الحكاكا الرقيقة باش نحتفظ به لانا يبقى هاكا كفت اللاجه غادي يمشي غيف النقيب اللهم نخليه المملحات و باش نصور معاكم وصفات هاد شي مكان البنات حاولوا الجلبانه انكم تطلعوا معها واحد تفويره باش هاكا ما تدير لكم الرحه اذا كنتوا بغين تستعملوا الجلبانه للسلطات فما عليكم غي تفوروها تفويره كاملة وديروها هاديك للسلطه اما اللي غادي يطيب ماراق حاولوا انكم غي تطلع معا هاديك تفويره تقلبوا عاود ثلاث تفويره فقط مهم الحوائج حتي ببرده تماما عديروهم في الاكياس بلاستيكية سلامة